السلام عليكم ازايك? النهاردة هتكلم معاك عن تفضيلاتي للشراء من موقع نون على موقع امازون. من قبل حتى موضوع المقاطعة. وانا بفضل موقع نون على موقع امازون. لان زي ما احنا عارفين ان شركة امازون داعمة للكيان المحتل. لازالك قررت ان انا هعمل مقاطعة مع شركة امازون وهستبدلها بشركة نون. وانا قررت ان اعمل الفيديو ده عشان اعرفك ليه شركة نون افضل من شركة امازون. لأسباب كتير جدا هنتكلم فيها. ولكن نعمل نتكلم في اي حاجة هفكرك باللايك. مهم جدا تشارك في القناة وتفعل الجرس هشتمعها كل جديد. وتعليق حلو لاخواننا في غزة هناك. ربنا يرفع عنهم البلاء. قولوا امين يا رب. كذلك برضه هتلاقي رابط في وتعليم مسبت بيشرح ازاي تشير من موقع نون. وازاي تستخدم امكواد الخصم وغيره. عشان ما ناخدش وقت من الفيديو ده يقدر يقرى المواصفات ويقدر يعرف التقييمات ويعرف الحاجة بكل سهولة. بعكس موقع امازون. موقع امازون كان الكلام اللي فيه تحس ان ترجمة جوجل ترجمة حرفية. ولذلك موقع نون كان افضل بكتير. خصوصا كمان ان موقع نون عربي الاصل غير موقع امريكي الاصل. دي كانت اول نقطة ان الموقع وجهته بسيطة جدا وراية. تاني حاجة بصراحة موضوع اكواد الخصم. موضوع اكواد الخصم دي متوفرة في نون فقط. انا لا شفتها في جوميا ولا شفتها في امازون. وبالتالي انا لا عايز اشتري اي منتج بدخل كود الخصم وبحصل على خصم اضافي على المنتج زائد كمان بحصل على شحن مجاني. فده شيء انا ما بشفوهش غير في نون. اه في اه خانة لبرومو كود او في موقع امازون. ولكن هتجيب منين اكواد امازون? انا نفسي بدور ما بلاقيش. طبعا اشهر اكواد الخصم اللي بتستخدمه خلالي. دي واي اربعة جي اف تلتاشر. هسيبولونا اجوارده في ديسكريبشن. وهكتبولونا قدامك هنا. تخش تكتب اه في خانة كود الخصم. الكود ده وبتحصل على الخصم اضافي. زائد كمان ان شحن مجاني. بالاضافة كمان ان ان انصحك تنضم لنا لجروب التليجرام لاكتر من سبب. اولا بناخد راحتنا هناك في الدرداشة ومنتكلم سوا. ثانيا افضل العروض اللي بتكون موجودة على نون بنزلها اول باول على التليجرام. وبالتالي لو في حاجة انت عايزة بتلحق تاخدها قبل ما تنتهي. كمان مع العروض اللي جاية في شهر نوفمبر انصحك بشدة انك تتبعين هناك فعلا. لا مش تتبعني تنضم لنا لان انا هناك واحد منك وكده كده وكلنا بنتكلم سواعد. ولو ليك اي سؤال بتسيبه بارد عليه. فشرف لي انك تنورني هناك فعلا. وهتلاقي اللينك في ديسكريبشن. تالت حاجة بصراحة مؤخرا من حتة المقطعة. واللي حبيبني اكتر في نون ان هم كانوا عاملين يعني في الوجهة اول ما بتخش في اغاسة غزة. انك تساعد اخوانك في غزة بتدوس عليها بتنقلك لجمعينة مرسال او جمعينة الهال الاحمر المصري. ومن خلال الموقع يعني هم عاملين كده خانة موجودة تقدر تتبرع الاهل غزة من خلال موقع نون. ودي بصراحة يعني لقطة عجبتني جدا. وكبرت شركة نون في نظري. وحاليا هتلاقي فيه ايكون مكتوب عليها ودي معناها انك بتقدر تتسوق من المنتجات المحلية فقط. اي نعم هم مش مقاطعين وكل واحد حر في اختياره زي ما قلت قبل كده. ولكن عاملين لك كده جزء اه لوكل او انك تقدر تتسوق بشكل محلي. او انت عايز المنتجات المحلية فقط دوس على الايكون دي وخش اختر المنتج المحلي والشر اللي انت عايز. ودي بصراحة عجبتني اوي 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 ان انت بتبقى عارف ان نقول للمنتجات اللي موجودة في القطاع ده او في الجزء ده. انت عارف ان ده منتج محلي مصري مية في المية. برضو ما شفتش لا امازون ولا جوميا ولا اي موقع تاني من واقع الشوبين عملها غير نون. بالاضافة كمان لسرعة التوصيل سهولة الاسترجاع الكلام ده كله. انا عن نفسك اللي هي تجربة مع استرجاع منتج مع امازون. انا حرفيا انت عيبت وطلع عيني عشان اعرف رجع المنتج شهر تقريبا عشان اعرف رجعه. بعكس نون عملت طالب الرجاع وفعلا في اقل من اسبوع كان المندوب عندي وديته المنتج رجعه والفلوس رجعت في حسابي. فده برضو شيء يا خليني افضل نون على امازون. اما بقى عن طريقة الشراء من الموقع نون زي ما قلت لك هتلاقي الرابط موجود في شارح كل حاجة. ولكن خليني اقول لك بشكل سريع جدا انت بتخش على الموقع نون بتختار المنتج اللي عايزه بتدوس الدفع للعربة. ومن العربة بتختار استكمال بيانات الدفع او استكمال اه عملية الشراء ايا كان مكتوبة ازاي. وبعد كيها بتكتب عنوانك تكتب رقم تليفونك. بتشوف هتدفع فيزا هتدفع كاش ايا كان يعني الطريقة اللي انت تدفع بها. وبعد كيها بدوس اتمام عملية الشراء. ومن خلال التاريخ اللي موجود المنتج بيوصلك في الوقت المحدد. وبالمناسبة انا بكرا ان شاء الله جايلي. اعتقد ان مراجعة الفيديوهاتكم مهمة جدا. وحابب ان انت تشوفها فعلا. لازالك حافظ فقرك بشتراكك في قناة يكون مهمة جدا. والواحد والله بيحاول يسترجع تاني موضوع الشغل وارجع تاني راجع مبايلات. ولكن الفترة دي يعني الحزن مستحوز عليا لدرجة ان ناس كتير هتقولي في التعليقات شوها في الوقت اللي فاتت. يا عم وتروح تعيح لانت عامل كده لي في نفسك. يا جماعة والله العظيم الواحد بياكل وبيشرب علشان يعيش. فما فيش نفس ان انت تعمل حاجة. هتقول لي بقى اروح احلق واعمل وهسوي. فسيب كل واحد في حاله. لو انت مش فاني معك الموضوع ففي ناس كتير جدا فاني معاه. فسيب كل واحد في حاله وتبلاش تشوف التعليقات. اللي بديه الواحد اكتر دي. وبس كده دي جاءت كل حاجة في فيديو النهاردة. هبتعرفك ان موقع نون افضل بكتير من موقع امازون. فلاقي الفيديو عجبك اللايك مهمة جدا تشارك في القناة وتفعل الجرس مع كل جديد. وشاير الفيديو ده مع غيرك. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.